وأكد الرئيس السيسي أن مصر تظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهدير الفلسطينيين أو نزوحهم قصريا أو من خلال خلق ظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها وفي هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أن مصر مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهدير الفلسطينيين أو نزوحهم قصريا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها كما أكد أنه واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصالح أو تحقيق الأمن ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدي نفعا أو تحقق مكاسب ترجمة نانسي قنقر